قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على حسابه في منصة اكس برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بأن تكون دبي مطارا للعالم يواصل مطار دبي الدولي التحليق لأفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية وخلال العام الماضي رحب ب 87 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ 31.7% مقارنة ب2022 شكرا للفريق الاستثنائي الذي يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجا عالميا لمطارات المستقبل لسنوات قادمة وقد شهد مطار دبي الدولي ارتفاعا كبيرا في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023 وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثالي والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاما العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاما في عدد المسافرين منذ عام 2019 احتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمال 11.9 مليون مسافر تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمال 6.7 مليون مسافر والمملكة المتحدة بإجمال 5.9 مليون مسافر